موسيقى ملكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الليل تابوا وصلحوا وبيناوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين يكفروا وماتهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفرك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إنفحي به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا يشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجنا من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعقوا بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء صمم بكم العمو فهم لا يعقلون يا يهدينا من كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدمة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إذم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمن ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ذمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عياب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله أكبر الله أكبر الله لمن حمدها ربنا ولك الهم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرباء واليتام والمساكن وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك اللين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنذى بالأنذى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيهم من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إذمه على اللين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصن جنفا أو إذما فأصلح بينهم فلا إذما عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على اللين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى اللين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الاسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ترك حدود الله فلا تعتدوها كذلك يبجينوا الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر الله أكبر مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بهذه الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإهم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقع للناس والحج وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتو البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تهتدون وقاتلوا في سبيل الله فإن لين يقاتلونكم ولا تهتدوا إن الله لا يحب المعتدين واختلوهم حيذ قفتموهم وأخرجوهم من حيذ أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاختلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ترك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفده ولا وسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا وللألباب ليس عليكم جناح أن تفت وفضل من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكره كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم يفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصب مما كسبوا الله سريع الحساب الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إذم عليه ومن تأخر فلا إذم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ويات ولا سعى في الأرض ليسد فيها ويهلك الحرذ والنسر والله لا يحب الفساد وإذا قلنه اتق الله أخذت العزة بالإذم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشر نفسه ابتواء مرضات الله والله روف بالعباد يا أجوة الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زجنا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعض الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيان بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكن وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشري الحرام قتالهم فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من هو أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالنا يقاتلنكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فهمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجعدوا بسبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إذمهم كبير ومنافع للناس وإذمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبجن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن التامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فيخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإنه ويبجن آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض يقول هو ألا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فياتطحرن فأتوهن من حد أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرد لكم فأتوا حردكم أن ناشئتم وقدموا لي أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصرحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغة في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فين فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسه إنه لا يتقروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ترك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع ينظن أن يقيم حدود الله وترك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإلي طلقتم النساء فبلغنا جلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذ آيات الله هزؤا وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظوكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم ما أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر 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 وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدات يرجعنا ولادهن حولين كاملا لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولد له بولده وعلى الواره مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة يشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسائية لكن أنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلع الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لأهن فريضة ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده حقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتعفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك أجبجنا الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الهند الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعفا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إلا هم أبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قيلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعد لكم طالوا تملكا قالوا أنا يكونوا له الملك علينا ونحن أحقوا بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لمطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين عامنوا معه قالوا لا طاقة لني اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا رجالت وجنوده قال وربنا أفرع لنا صبرا وذبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا تفاع الله الناس بعضهم ببعض اللفستة الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتروها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله أكبر الله أكبر مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البجينات وإيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل اللينا من بعدهم من بعد ما جاءتهم البجينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا جهة الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم اللابع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحج القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسجه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سمع عليم الله وليجوا الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاوة يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدر قم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله من أتعامي ثم بعده قال كم الذي احتقال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل الذي احتميت عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظامك فننشرها ثم نفسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزان ثم دعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الهند الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين مذل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمذل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وبذل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمذل جنة كمذل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير الله أكبر الله لمن حمده بلا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبجون الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا جهة الذين آمنوا وإنفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تومضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه فضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي أخيرا كثيرا وما يذكره الله للألباب وما أهفقت من نفقة أو نذرتم من نيل فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غذاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسرى فذكر إن فعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الهند الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الهند الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الهند الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا نعم 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 صفنا نعم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر